نشرت جريدة الاقتصاد خبر مفرح لكل المواطنين والخبر كالتالي تبنت لجنة المالية والميزانية بمجلس الشعب الوطني تعديلات تخص المادة الستوستين من مشروع قانون المالية لسنة 2023 خلال دراستها للمشروع حيث تمثلت هذه التعديلات في تخفيضات على مجموع مبلغ الحقوق الجمهورية والرسوم على السيارات المستوردة وحسب مصادر من قبة البرلمان فإن المادة الستوستين أخذت حيزا واسعا من نقاش أعضاء لجنة المالية والميزانية والمتعلقة باستيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات ذات محرك ديزل حيث تم السماح فقط باستيراد المركبات السياحية أقل من ثلاثة سنوات المجهزة بمحرك بنزين وكهربائي وهيدروجيني وهاجين أو غاز البترول المميع أو الغاز الطبيعي المضغوط أو السيارات القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول به وفي ذات السياق تبنت اللجنة المختصة تخفيضات من مجموع مبلغ الحقوق الجمركية والرسوم على السيارات المستوردة حيث أن التخفيضات تصل إلى 80% بالنسبة للسيارات الكهربائية و50% بالنسبة للسيارات الهاجينة وكي نقولوا الهاجينة يعني تعمل بالبنزين والكهرباء أو باللغة الأجنبية إبريد إن شاء الله نكونوا نطقناها نيشان باش ما يقلعون ناشفريكو مونتار و20% بالنسبة للسيارات المشتغلة بالبنزين كما أدرجت اللجنة التي يرأسها النائب لخضر سالمي تعديلات على المدخ سوستين المتعلقة باستيراد العتاد الفلاح الأقل من 5 سنوات ورفعه إلى 7 سنوات سلام